اهلا بحضراتكم من جديد متواصل معاك والاهلي انتخبوا حديث في الزكريات وفي وعي الجمعية العمومية للنادي الاهلي زي هذا الوعي له جزور من طبيعة الناشئة له جزور من المستوى الثقافي والاخلاقي والتكوين الاجتماعي حتى للطبقة المؤسسة للنادي الاهلي من رموز اجتماعية وثقافية ووطنية في التأسيس الاول للنادي الاهلي اللي انعكست باعا على مسيرة العملية الانتخابية وانعقاد الجمعية العمومية الدائم في النادي الاهلي وانت ساعدك كنت بتشير حضرتك لانت انجحت في الانتخابات التي لم يوفق فيها الكابتن صالح على رأس المجلس هو الهدف من ان انا احكي التجربة الذاتية ليس الحديث عن تجربتي ولكن عن الفروق والمعاني اللي بنخرج بيها من كل مرحلة صحيح فقلت لك تجربتي وانا مستبعد وكنت هنا اتنقلت من مرشح محتمل الى ناخب قديت دوري وانزويت ودعمت المجلس وزمالي قلت لك موقفه من نبيل اللي مبني على ثقافة النادي الاهلي وقيمه الانتخابات اللي بعدها دخلت كمرشح قبلة اوراقي بس من منظور اللي داخل ضد المجلس القائم مع الكابتن صالح فمفهوم المعارض هنا ممكن تقول معارض ليه اللي موجود فانجح وادخل هذا المجلس التصور والقلق كله في 76 ده عادي ده بحي يوجد عدمها فلم يتم ترشيحي في المكتب التنفيذي او قفه اي حاجة ولكن بعد اربع خمس شهور هنا بقى الروعة اكتشفوا ان اول واحد بيمدي ايده يساند كان عادل القيع اللي هو معارض اي وانا مفهومي انا دخلت المجلس بقى انا مش جاي وخده مسألة شخصية انا كنت مقتنع ان عشان تتحقق افكار معينة اكون موجود معه الكابتن صالح سليم طيب انا موجود في مركب دلوقتي هنقدف كلنا في اتجاه واحد ولا هقعد انا بقى اشخبط بالمقدة فاهز المركب قررت طبعا لازم اقدف في صالح النادي الاهلي طيب لا انا جايلك للحتة الرائعة بقى مش بتاعت انا انا خلاص قررت ان انا مش قررت معنديش تفكيري ان اعمل اي نوع من المشاكل داخل المجلس استقلت كابتن الوحش بعد اربع خمس شهور راح اشتغل مدير فن في ليبيا كان مطلوبة اصبح شاغرا مركز في المكتب التنفيذي مش في المجلس بس تفتكر رشحه مين فريق مرتدي وكمال بحافظ انت رشحوني انا وفجأت ان انا اخترت في المكتب التنفيذي للنادي الاهلي السنة دي اتعمل مكتب التنفيذي مشترك اهلي وزمالك كان فكرة جديدة زي نبقى بنتعاون مع بعض في المشاكل التي تفيد الكرة مصرية ونجتمع كل كام شهر نتدارس هي كرة مش هي صح ولا لا اهلي وزمالك بيجتمعوا مع بعض اختاروا من النادي الاهلي ثلاثة انا منه كان مين تاني كان كامال بي انا مش فاكر كان مين التالت هل كان الفريق مرتدي ولا بس ده كان مكتب التنفيذي ما اظنش كان فريق مرتدي مش فاكر مين التالت اسف يعني 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 ما كانش احمد زكعب هادي لا ما كانش في المجلس خالص ده لسه دخل بعده بعد كده اه فعايز اقولك حاجة خلصة الانتخاباته اصبح انصار الكابتون صالح بقوله ده عادل استمى استقطابه عمال بقى بالدنيا ماشيح مفيش مشاكل عمال باخد مناصب الانتخابات اللي بعديها تحولت من مرشح من عيده مجلس الدرق الى مرشح ومعارض تاني مع الكابتون صالح رغم ان انا يعني خدت كل اللي انا عايزه طيب خلينا